أشياء كثيرة تلك التي تربط الفلسطينية بأرضه لكن تبقى لشجر الزيتون خصوصيته فجذوره الممتدة في عمق الأرض تروي حكاية أصحابها الذين يجتمعون في هذا الوقت من كل عام لجني ثمار هذه الشجرة المباركة هو المشهد نفسه الذي ألفه سكان القطاع على مداري سنين طويلة موسم جني الزيتون فرصة تعيد من خلالها العائلات الغزاوية إحياء تراثها القديم بالاجتماع تحت ظلال أوراق الزيتون لأننا اليوم عرص العيال وأحفادي كل هيتم موجودين عندي إش بخبز وإش بياكل زيتون وإش بياكل زيت زي ما أنتم شايفين في المنطقة الشجرة الحمد لله معتمدين إبها لأنها ورثة كانت عن الأباء والأجداد وبعدين معتمدين أننا في البيت غير أنها شجرة معتمد الزيت والزيتون في البيت الزيت بلا زيت والزيتون لا ينفعش هذه الأرض التي ينتظر أصحابها أن تكبر أشجارها على أحر من الجمر كانت ضحية لجرافات الاحتلال التي دمرتها أربع مرات متتالية لكنها اليوم تعود متثاقلة الأغصان بحبات الزيتون من جديد 39 ألف دلم مزرعة بالزيتون منها حوالي 32 ألف دلم منتج نتحدث عن حوالي 30 ألف طون الناتج المتوقع لهذا العام يمكن منها أن نستغل حوالي 6 ألف طون للتخليل الأخضر و24 ألف طون يتم استخدامها لإنتاج الزيت تنتج حوالي 4 ألف طون ويساهم موسم جني الزيتون في تشغيل مئات الأيد العاملة فيما تتزايد الأمال عاما بعد آخر بالوصول إلى مناطق زراعية جديدة ولا سيما في المناطق الحدودية التي تكون هذه الشجرة فيها عنوانا للفلسطيني المتشبث بحقه أحمد شلدان غزة الميادين